منح البطل صالح الشرباتي، 22 سنة، أول ميدالية للأردن في الألعاب الأولمبية توكيو 2020، بعد أن تووج بالفيضية في منافسات التايكوادنو، سالب 80 كيلو جرام. ونافس الشرباتي من أجل الذهب، إلا أنه خسر في المباراة النهائية ضد خرام تكووف ماكسيم، ما بين عشرون وتسعة، ممثل اللجنة الأولمبية الروسية. وأصبحت الدول العربية في رصيدها ستة ميداليات لحد الآن، منها ذهبية واحدة فقط، إضافة إلى فضيتين وثلاثة برونزيات. تجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يحقق بعد أي ميدالية في الألعاب الأولمبية المقامة حالياً باليابان، والتي تستمر لغاية الثامن من غشت القادم. منح البطل صالح الشرباتي، 22 سنة، أول ميدالية للأردن في الألعاب الأولمبية توكيو 2020، بعد أن توج بالفيضية في منافسات التايكوادنو، سالب 80 كيلو جرام. ونافس الشرباتي من أجل الذهب، إلا أنه خسر في المباراة النهائية ضد خرام تكووف ماكسيم، ما بين عشرون وتسعة، ممثل اللجنة الأولمبية الروسية. وأصبحت الدول العربية في رصيدها ستة ميداليات لحد الآن، منها ذهبية واحدة فقط، إضافة إلى فضيتين وثلاثة برونزيات. تجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يحقق بعد أي ميدالية في الألعاب الأولمبية المقامة حالياً باليابان، والتي تستمر لغاية الثامن من غشت القادم. منح البطل صالح الشرباتي، 22 سنة، أول ميدالية للأردن في الألعاب الأولمبية توكيو 2020، بعد أن توج بالفيضية في منافسات التايكوادنو، سالب 80 كيلو جرام. ونافس الشرباتي من أجل الذهب، إلا أنه خسر في المباراة النهائية ضد خرام تكووف ماكسيم، ما بين عشرون وتسعة، ممثل اللجنة الأولمبية الروسية. وأصبحت الدول العربية في رصيدها ستة ميداليات لحد الآن، منها ذهبية واحدة فقط، إضافة إلى فضيتين وثلاثة برونزيات. تجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يحقق بعد أي ميدالية في الألعاب الأولمبية المقامة حالياً باليابان، والتي تستمر لغاية ثامن من غشت القادم. ترجمة نانسي قنقر